اشتركوا في القناة واخرى قويمة نكر الاحتلال المؤلمة ذلك اليوم الذي بكت فيه عيون الشرفاء وفرحت فيه عيون العملاء والأذلاء يوم عشناه بمرارة وألم ليس الاحتلال العراق فقط رغم حجم المصيبة وإنما لدخول الناس في دوامة التيه والضياء لغياب القيادة الحقيقية للشعب العراقي وخنوع الأذلاء والمرتزقة لمخططات الاحتلال وفي ظل ظلام دامس انبرت ثلة من العلماء والدعاة ليشعلوا نورا وسط الظلام ويكونوا أملا للعراقيين في مثل هذا اليوم وقبل 19 عاما تأسست هيئة علماء المسلمين بعد أن استشعرت الخطر المحدق بالعراق وأعلنت بكل شجاعة وثبات مقاومتها ومناهضتها للاحتلال البغيض ودافعت عن العراق وشعبه ببسالة حتى أصبحت قبلة المقاومين في النصيحة والمشورة ارتبط اسم الهيئة برفض الاحتلال وآثاره الخطيرة إلا أن ما يميز ذكراها في هذا العام هو أن الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه أصبح ينادي بكل ما نادت به الهيئة ومن أهم ما دعت إليه الهيئة هو الحفاظ على الهوية العراقية الجامعة مستضلة بثوابتها الشرعية لأن الاحتلال وحكوماته المتعاقبة تعمدوا على تلويث مفهوم الهوية في العراق وعملوا على تمزيقه وبهذه المناسبة يعقد القسم الإداري ندوة خاصة بذكرى تأسيس الهيئة والتي خصصت للحديث عن مفهوم الهوية في فكر هيئة علماء المسلمين وتتضمن الندوة ورقتين الأولى عن مفهوم الهوية في أذبيات الهيئة للأستاذ حارث الأزدي والثاني عن التحديات التي تواجف مفهوم الهوية ومعالجات الهيئة لها للأستاذ معاذ البدري وأترك المجال للأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في الهيئة ليستعرض ورقته فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الأخوة الأكارم وشكرا للقسم الإداري على إقامة هذه الندوة وعن هذا الموضوع المهم في حياة الفرد والمجتمع الهوية وتطبيقاتها لعل أبرز مثال عن الهوية ما عبر عنه الصحابي الجليل ربعي بن عامر حين دخل إلى إيوان كسرى وكان ينكث السجاد برمحه ويتل الآية كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ثم ينتهي بربط خطام فرسه على أريكة مذهبة بكسر الفرس فسأله قائد الفرس رستم من أنتم؟ وهذا هو سؤال الهوية فأجاب بفهم الجماعة التي ينتسب إليها بجزئية الفرد الصالح لتمثيلها الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة والحادثة مشهورة الهوية مشتقة من هو أو هي أو هم وهي مجموعة المتبنيات والعقائد والأساسات في تكوين الشخصية الاعتبارية لفرد يصلح أن يكون تمثيلاً حقيقياً لجزئية الجماعة ولكي أصل إلى جوهر البحث فيمكن مناقشة القول ما من كائن بدون هوية لأقول إن الهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره وقد تشترك خصائص عامة أو خصائص خاصة في وصف شيء ما لكن ثمة مواقف تظهر من هذه الشخصية أو تلك المجموعة تميزها عن الآخر الفهم العميق والتفكر الدقيق هم العاملان الأساسيان في إبراز الهوية بفهم مقاصدي يحمي الجماعة وينهض بالمجتمع ككل ولذلك أقول أن مهمة الهوية تبليغ الفكر والرؤية والتصدي الحجة بالحجة والإضطلاع بمهمة إزالة الشبهات بالدليل والبرهان ولو نظرنا إلى العالم البشري اليوم لوجدته مجموعة من الهويات كل ينتمي إلى فكر يستند إليه في حكمه على الأشياء المحيطة به أو ما يواجهه من تحديات هناك هوية قومية وهوية دينية وهوية وطنية وهوية أممية وهذه تتفرع أيضا إلى أنواع فهناك هوية إسلامية تعتقد بأخوة كل من ينتمي لدين الإسلام وهناك هوية فكرية عقدية أيضا من نتاج البشر كالفكر الشيوعي والرأسمالية أيضا فكل عقيدة بغض النظر عن صدقيتها أو صوابها ينبثق عنها نظام تجد الهوية مميزة عن غيرها من الهويات بما تعتقد من أفكار ورؤى وعقائد وما ينتج عنها من أحكم وهناك الهوية القومية التي تعتني بالعنصر البشري ونقاء نسبه وأصله وهذه ليست عقيدة وإن كانت هي هوية تميزهم عن غيرهم لأنها لا تستطيع أن تعطي الإنسان أحكاما في الحياة فالقومية لا تعطيك كيف تتزوج أو أحكام في البيع والشراء وما إلى ذلك ثم لو وسعنا دائرة البحث قليلا لو وجدنا حتى في توصيفات الأدب صارت هناك هويات هناك الأدب الرمزي والأدب الرومانسي وظهر الأدب الإحيائي وزامنه أدب المهجر وما إلى ذلك من مسميات تمثل توجها ورؤية في التناول الأدبي حتى أن الدارس للأدب تكون عنده ملكة بمجرد طرح نتاج أدبي عليه يعرف أنه ينتمي إلى هذه الحقبة أو هذه المجموعة نخلص إلى القول إن الهوية هي الجوهر الثابت في الشخصية الإنسانية مهما تغيرت الأحوال وتعددت التحديات وهي تصلح أن تكون هو هو تميزه عن الآخر ولا ينطبق ذلك على الشخصية المتماهية التي تميل بحسب اتجاه الريح فهي قطعا ستكون في إطار الوصف بجماعة هاها لا أدري وهو مسخ واستنساخ لا تجد ما يميز هذا عن ذاك ولا هذه المجموعة عن تلك فتكون البشرية بلا هوية عبارة عن مجموعة قطعان من الإمعات إن أساء الناس أساءوا وإن أحسنوا أحسنوا تهجد الهوية مخاطر لغوية وعقدية واجتماعية وثقافية وتاريخية فمن لا يمتلك هوية محددة ستندحر شخصيته أو مجموعته التي ينتمي إليها وتتلاشى وتضيع المواجهة الحقيقية في صراع الهويات لن يكون بالاستعلاء الفارغ ولا الإنغلاق الأعمى ولا التشرنق ولا التماهي فكل هذه الطرق تؤدي عكس المطلب في المحافظة على الهوية العلاج الحقيقي بظهور مميزات ومواقف الشخصيات والجماعات تجاه التحديات التي تواجهها وهنا أدخل إلى الشق الثاني من هذه الورقة بتفكيك مفردات الهوية في هيئة علماء المسلمين في العراق فقد تضمنت أساسات وركائزة لا بد من التوقف عندها يظهر من الإسم هيئة أي رابطة وجامع وإطار تنسيق وربما في بعض الحالات يكون انصهاري في آن واحد لتوحيد الرؤية وفاعلية التوجيه العلماء جمع عالم وهو الدارس والحافظ لعلوم الشريعة والمتبصر المستنير بها في حكمه على الأشياء والأحداث والمستجدات أما لفظ المسلمين فهو هوية عامة جامعة لكل من ينتسب إلى الإسلام ديناً ويتعبد بالقرآن إيماناً وتصديقاً وينتظم في إطار الهوية الجامعة لعموم المسلمين أينما وجدوا فيما يكون لفظ العراق مقيداً ومحدداً لخصوصية العمل والاهتمام وهذا لا يتعارض مع الهوية الأعمى فالهيئة يمكن تعريفها بأنها هيئة شرعية يقودها جمع من العلماء ويعاضدهم مجلس الشورى ويؤازرهم العلماء والمختصون في العلوم الأخرى ولها رؤية في الأحداث فيما جرى ويجري على أرض العراق خاصة وعموم بلاد المسلمين عامة وفيما يخص العراق تميزت هويتها برفضها للاحتلال وعمليته السياسية القائمة على المحاصصة ورفضها للدستور مع تبيانها لما تضمن من ألغام تؤسس لصراع طويل الأمد ورفضت الأقاليم رفضها لكل مشروع يريد النيلة من العراق أرضاً وتاريخاً وشعباً ومثل ذلك فعلت تحذيراً وتبياناً لخطورة مشروع قانون النفط والغاز وماذا يراد من ورائه وكان ذلك في عام 2007 أما فيما يخص الدول العربية والبلاد الإسلامية فوثقت موقفها بما يتناغم ومسيرتها في نصرة الحق وبذل النصح وتوجيه الخطاب بما تراه صحيحاً وتؤمن به وللمثال عليه بيان 1066 المتعلق بالمشهد اليمني ولو استعرضت مواقف الهيئة منذ انطلاقتها وعملها في العراق لو وجدت تطبيقات دالة على الهوية بمواقف ثابتة تخص الأحداث العراقية ورؤى ونصائح تخص البلاد العربية دولاً ومجموعات عاملة على ساحتها وثالثة أخرى تخص المسلمين خارج إطار دائرتين الوطن العراقي والبلاد العربية كما سيتبين من الأمثلة فيما يخص الشأن العراقي كان موقف الهيئة واضحاً صريحاً وجريئاً حين أعلنت موقفها من العملية السياسية الدائرة في فلك الاحتلال جملة وتفصيلاً بدءاً من بيان الهيئة عن تشكيل مجلس الحكم وتشخيصها كارثة المحاصصة الطائفية وتقسيم مكونات العراق طولاً وعرضاً وموقفها من مخططات إيران والتدخلات القومية الإقليمية ومخاطباتها للدول عبر مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ثم توالت مواقفها المعلنة عن مجريات الأحداث في العمليات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان في الفلوجة والنجف والديالة والبصرة وغيرها من المدن العراقية التي تعرضت لعمليات عسكرية مارس فيها الاحتلال الأمريكي أبشع جرائمه وتجلت هوية الهيئة في موقفها تجاه المجاميع الطائفية التي نفذت خطة تصفية الكفاءات العراقية وقد أصدرت بيانات وتصريحات صحفية فضلا عن توثيق ذلك بكتاب صدر عن مركز الأمة للدراسات والتطوير أحصى أسماء الكفاءات وأماكن اغتيالهم وفي الموقف من الدستور ظهر موقف الهيئة مبينا للهوية التي تميزها عن غيرها من المجموعات من خلال الرؤية الدقيقة والفهم العميق لمدلولات الألفاظ ومقاصد الصياغات في هذا النص المستورد وهنا أود أن ألفت الانتباه إلى أن موقف الهيئة وهويتها ليس موقفا سهلا متاحا لأي أحد لأنه ببساطة يتصدى لمشروع يتبناه الاحتلال وينفذه عملائه والمرتبطون به وتميزت رؤية الهيئة رصانة وفكرا وموقفا في مؤتمرين القاهرة 2005-2006 وكيف استطاعت أن تمثل أبناء العراق برؤية جامعة لأطياف الشعب العراقي ومناوئة لأحزاب الخراب التي انخرطت في مشروع الاحتلال وفي تظاهرات 25 شباط 2011 ظهرت هوية الهيئة بصفيتها الجامعة لجهد العراقيين في الخلاص من الواقع السيء وجمع الشمل وعدم التشتت ودفعت باتجاه وحدة العراقيين في تحرير بلادهم وكذلك كان موقفها متجليا في اعتصامات الأنبار ودفعت باتجاه رفع الوعي وتوجيه الرأي والفكرة وتحذير من التخبط في المخططات المطروحة فضلا عن كل هذا تجد الهوية والرؤية والموقف بتجلياتها الكبيرة في الرسائل المفتوحة لهيئة علماء المسلمين الموجهة إلى فصائل المقاومة العراقية والعشائل العراقية وإلى الدول وإلى مجلس الأمن وإلى جامعة الدول العربية وكان آخرها الذكرى التاسعة عشرة لاحتلال العراق التي تحدثت بلغة واضحتها وذكرت العراقيين جميعا برؤيتها الجامعة لتوجههم منذ ما يقرب العقدين من الزمن وكيف أن الاستشراف جاء كما كان متصورا وكأنك تشاهد تطبيقا مصورا لهذه المآلات وفي ثورة تشرين التي تجلت فيها الإرادة العراقية بصورة ملفتة للنظر واستطاعت أن تهز أركان العملية السياسية كذلك تجلت رؤية الهيئة بتأييد الحراك على أرض العراق دون تصنيف أو تقسيم أو انتقاء فالهدف في رسالة الهيئة تحرير العراق وتحريره يقع على عاتق كل عراقي غيور على أرض بلاده أما عن موقف الهيئة من الأحداث الجارية على بعض العربية كفلسطين وسوريا ومصر واليمن وليبيا ولبنان وغيرها من بلاد العرب فتتضح الرؤية بالإنحياز الكامل إلى الموقف الشعبي وتقديم النصح بالوحدة والتآذر والعمل على الخلاص من ربقة الارتباط بالمخاططات الإقليمية والدولية ختاما على الرغم من مرور تسعة عشر عاما كانت رؤية الهيئة بتطبيقها مقتضيات الهوية ظاهرة غير مخفية وواضحة جلية حتى صارت علامة بارزة مميزة في الإشارة إليها أو حتى مع من يتطابق في بعض رؤاه مع بعض مواقف الهيئة تشير له التعريفات أن موقفه موقف الهيئة أو أنه أحد المقربين منها وهذا بحد ذاته يعد ثباتا ونجاحا في تمثيل الهوية وصدق الرؤية وثبات الموقف إلى هنا أنتهي أشكر لكم حضوركم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للأستاذ حارث الأزدي على هذه الورقة التي تناول فيها تعريف الهوية وتطبيقاتها في أدبيات الهيئة من خلال بياناتها وتصريحاتها ورسائلها المفتوحة والآن مع الورقة الثانية للأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام للحديث عن التحديات التي تواجه مفهوم الهوية ومعالجات الهيئة لها فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أتوجه بجزيل الشكر إلى الإخوة الكرام في القسم الإداري في الهيئة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة في هذه الذكرى الطيبة حتى نفهم حجم التحديات ونوعها التي تواجه هوية هيئة علماء المسلمين في العراق في البداية لا بد من التعريف بما هي الهيئة على الرغم من أن الحاضرين يعرفونها ويدركون مقاصدها إلا أن من الضروري تسليط الضوء على أسس وأدبيات هذه المؤسسة للتذكير بها أولا ولإعادة تنشيط الأفكار المتعلقة بها ثانيا فضلا عن مناسبة المقام في ذكرى التأسيس الذي يقتضي زيادة في بقعة الضوء احتفاء بصاحبة الذكرى فنقول وبالله التوفيق هيئة علماء المسلمين في العراق هي مؤسسة تضم مجموعة من العلماء العراقيين المختصين بالشريعة الإسلامية يتبنون مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية ويعاونهم في ذلك العديد من أهل الاختصاص في العلوم الإنسانية والصرفة الأخرى ويؤازرهم عمة المسلمين في العراق وغيره في النشاط العلمي فهي في ضوء ذلك كيان علمي نشأ بنشوء فكرة جمع الكلمة ورص الصف بين المسلمين على أساس التعاون في إنجاز الأعمال باتخاذ طريقة التشاور لمعالجة النوازل وقضايا الأمة المصيرية معالجة علمية تقود الأمة إلى الرشد هيئة علماء المسلمين التي تأسست بمقرها العام في بغداد بتاريخ الرابع عشر من نيسان 2003 تعمل على جوانب متنوعة ومجالات مختلفة وطبيعة عملها بوصفها مؤسسة شرعية ينطلق من دلالة قول الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون إذ يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية الربانيون هم عماد الناس في الفقه وأمور الدين والدنيا والرباني هو الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم ومن هنا أخذت الهيئة تعمل في مجالين كبيرين الأول الاهتمام بالقضايا الراهنة التي يعيشها العراق تحت وطأة الاحتلال ومشاريعه ومخرجاته والتعاون مع الأطراف المعنية التي يمكن التعاون معها لمعالجة ما يتناسب والحال الحاضر والمجال الثاني الاهتمام بالبناء الداخلي للمسلمين في العراق وغيره ليستعيدوا النشاط الحيوية في المجتمع على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر والفهم الصحيح والقويم لدين الإسلام ولما يوصلهم إلى الرفعة الإسلامية والعزة والكرامة التي أرادها الله تعالى لهم وللإنسانية جمعا وتعمل الهيئة كذلك على رسم السياسة الإسلامية الشرعية وتحاول أن توجه الجهود إلى المسار الصحيح حسب معطيات العلوم الشرعية وعقيدة الأمة الإسلامية والمقصود بهذا العمل ملء الفراغ السياسي الذي يعانيه العراق بإدارة مستقلة تمكن مؤسسات الشعب العراقي من أخذ دورها الريادي في تقليل أضرار الناجمة عن الاحتلال ومشروعه الذي أنتج الحكومات التي أمسكت بزمام السلطة وقادت البلاد نحو الفوضى والدمار أما الأهداف الكبرى للهيئة فتتلخص في أنها عملت منذ تأسيسها على إنهاء الاحتلال بكل الوسائل المشروعة وتوعية الناس بعدم الاستسلام للواقع المر الذي تعيشه الأمة والوقوف بحزم أمام أي قوة تريد سلخ العراق من هويته التاريخية وحضارته الإسلامية برنامج الهيئة السياسي وغيره متعلق بنهج الهيئة الشرعي الذي تؤمن به والذي يقتضي العمل على تحرير العراق وتجنيد كل مكوناته لهذا الغرض من خلال تذكير المسلم بأن هذه الأرض جزء من أرض الإسلام لا ينبغي التفريط بها وتذكير غير المسلم من أبناء البلد بأن هذه أرض الوطن وعليه أن يحافظ عليها ليضمن العيش الكريم له ولأبنائه ثم إعادة بناء البلد على أسس صحيحة بأيدي كفوءة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية وعن إملاءات خارجية تفرضها دول الاحتلال أو أي دولة أخرى ومن هنا يظهر الدور الكبير الذي تمارسه مؤسسة تعد تجربة جديدة في الواقع العراقي المعاصر لا سيما وأنها تبنت في عملها الفكر الجمعي الذي يحقق مساحة مشتركة للمدارس الفكرية في العراق والاتجاهات السياسية المنضبطة والرؤى البناءة على اختلاف مصادرها في أرضية واحدة تحافظ فيها على الثوابت الشرعية والإنسانية والوطنية وتتصدى للطائفية ومسبباتها ووسائلها ومقتضياتها ومن هذا التعريف المتضمن أهدافا ومقاصد متعددة ومنطلقا للوقوف على أدبيات هيئة علماء المسلمين تتضح بعض جوانب الإطار العام لهويتها وحتى يكتمل هذا الإطار اسمحوا لي أن أقتبس نصا من بحث فريد للباحث والمحلل السياسي الدكتور مثنى عبدالله الذي كتبه قبل مدة وهو موسوم بمنهج هيئة علماء المسلمين في العراق في تحصين وإعادة تشكيل الهوية الوطنية والحقيقة هو بحث جدير بكل واحد مننا أن يطلع عليه لما تضمنه من توصيفات ومعالجات فذة يقول الباحث كان الهاجس الأكبر لدى الهيئة بأن ضعف الهوية الوطنية يعطي مبررات قوية للآخرين للقبول بالاحتلال وللاستسلام للتدخلات الأقليمية سواء من إيران أو من غيرها من أجل تعزيز دور كل طائفة أو قومية في صراعها مع الآخرين في الوطن الواحد لكن هذا الجانب لم يكن يوماً دافعاً للهيئة كي ترفض التعددية في المجتمع العراقي بل إنها ترى بأن الاعتزاز بالأصول القبلية والقومية وتعددية المذاهب والأديان ظاهرة طبيعية عرفتها البشرية جمعاً وليست طارئة أو مستحدثة لكن الهيئة ترى في تحول هذه الظاهرة الطبيعية الصحية إلى ظاهرة مرضية ستقود إلى صراعات اجتماعية وسياسية وسيترتب عليها إعلاء قدم هذه الجهة على تلك ليس بمعيار الكفاءة والوطنية والإخلاص بل بمعيار الانتماءات الفرعية وهذا يتنافى تماماً مع منهج هيئة علماء المسلمين القائم على تعاليم الإسلام الحنيف الذي يحض على أن تكون المفاضلة بين الناس معيارها الالتزام بالقيم الحقة لذلك أدركت الهيئة بأن التصدي للإصلاح مسؤوليتها الدينية والدنيوية وأن البداية يجب أن تكون متركزة على دستور وطني جديد وعملية سياسية تعترف بالجميع شركاء في الوطن دون إقصاء أو تهميش أو اتهام جمعي كي يجد المجتمع بأن الجميع فيه يقفون على خط شروع واحد وفق معيار تقييم واحد وهذه هي الأعمدة الرئيسية التي يمكن أن ترتفع فيها خيمة الوطنية من جديد فكان أن طرحت الهيئة ورؤاها على الملأ مرات عديدة وعملت جاهدة على إنجاح هذا الطريق وما زالت تندفع نحو الحركات والقوى والأحزاب والشخصية الرافضة للاحتلال وللعملية السياسية كي تشكل مشروعا يضغط باتجاه تغيير الأوضاع التي يمر بها البلد كما لا زالت تستثمر علاقاتها العربية والإسلامية لدفع الآخرين للتفاعل مع القضية العراقية بعيدا عن الحس الطائفي وعملت الهيئة جاهدة مع العديد من القوى ومنظمات المجتمع المدني في هذه البلدان لتعزيز الروابط القومية والإسلامية مع العراقيين لتعزيز هوية العراق العربية والإسلامية وجعل هاتين الهويتين حصنا منيعا لشعب العراق ضد الاستلاب الفكري والثقافي وتغريب الهوية كي يستطيع الوقوف بوجه المشاريع الأجنبية انتهى هنا كلام الدكتور مثنى عبدالله جزاه الله خيرا ومما تقدم إجمالا تظهر لنا التصورات كاملة وعامة عن طبيعة هوية هيئة علماء المسلمين وأسس أدبياتها ومنطلقاتها في التعاطي مع المشهد العراقي سواء بأحداثه المتجددة والطارئة أو على المستوى الاستراتيجي قريب أو بعيد المدى وحتى يتبين إطار الهوية العام يكون الولوج إلى تحليل وتفكيك التحديات التي تواجهها هوية الهيئة ويكون مدار الحديث باختصار إن شاء الله على محورين المحور الأول يتعلق بظروف النشأة وتحديات الهوية فلا شك أن الظرف الذي ولدت فيه هيئة علماء المسلمين في العراق ضرف استثنائي سمته الفوضى وتباين الجبهات وتقاطع الرؤى والمسارات بموازات كثرة المهمات وتنوع أنماط العمل وتعددها وعلاوة على ذلك كله حالة الاحتلال بشقيه العسكري والسياسي وما يقابله من مقاومة ميدانية ومناهضة سياسية وجدت هيئة علماء المسلمين نفسها وهي في أول الطريق في مقدمة الركب وعلى خط التمسي الأول مع كل القضايا المطروحة في البلاد ولو لم تكن لها هويتها الخاصة لضاعت بين لجج الأحداث كما حصل للعشرات من التكوينات والأحزاب وحتى الشخصيات التي ظهرت بوفرة على مسرح الأحداث وحتى لا يطول المقام وإن كان جديرا بالإطالة سنأخذ مثالا واحدا في سياق توصيف أصل التحديات التي واجهت الهوية الكلية لهيئة علماء المسلمين التي كانت مواقفها صحبة القوى الوطنية الرافضة للاحتلال والعملية السياسية صريحة وثابتة في رفض المعادلة السياسية التي طبعت عليها حكومات العراق منذ ذلك الحين وحتى اليوم ليس فقط بسبب التزوير الفاضح في النسب المئوية دون مستند شرعي صحيح بل أيضا بنسب طريقة تقسيم المكونات التي لا تقوم على مبدأ معقول حينما جرى الخلط بين الطائفية والعرقية دون اعتبار للتداخلات بينها بهدف إظهار مكون يتصف بأنه طائفة طاغيا على مكون آخر لا يتصف بذلك وهنا أود أن أشير إلى ما تفضل به وسبقني وهو سباكم بالخير أخي الأستاذ حارث حيث ذكر البيانة الأول لهيئة علماء المسلمين بشأن ما يسمى مجلس الحكم انطلاقا من تصريح بولي بريمر هذا اسمحوا لي أن أقرأ نصوصا من البيان حتى نعرف كيف كانت الهوية واضحة عند هيئة علماء المسلمين وكيف أنها كانت في أول طريقها تواجه كمن من التحديات تقول الهيئة إنها تدارست موضوع ما يسمى مجلس الحكم الانتقالي فرأت وبصرف النظر عن صلاحيات المجلس المذكور والجهة المشكلة له ومن تشكل منهم أنه قسم الشعب العراقي تقسيما طائفيا وأعطى طائفة معينة أغلبية مطلقة على جميع مكونات الشعب العراقي فئاته دون استناد إلى استفتاء أو إحصاء دقيق وكنا من قبل لا نريد الخوض في مسألة النسب والأرقام لأن الكلام فيها يعد بالنسبة لنا من قبيل تأجيج الروح الطائفية التي نأباها لضررها على الوحدة الوطنية التي يدعو إليها العقلاء من كل الأطراف لكن بعد أن أقرت سلطات الاحتلال هذا التقسيم رسميا ولأسباب لا نجهلها كان لابد من بيان الحقيقة وهي أن الفئة التي أعطيت الأغلبية مع احترامنا لها لا تمثل في الواقع الغالبية المطلقة على جميع مكونات الشعب العراقي وفئاته كما يشاع في الإعلام بل لا تمثل هذه الطائفة الغالبية في الوسط الإسلامي من الشعب العراقي إذ يشكل المسلمون الآخرون من عرب وكرد وتركمان وغيرهم ما يزيد على الخمسين بالمئة وفق إحصاءات سابقة وإحصاءات خاصة وسيتأكد ذلك في الإحصاءات والاستفتاءات إذا حصلت في المستقبل إحصاءات أو استفتاءات دقيقة ونزيهة كما رأت الهيئة أن المجلس قد افتتح أعماله بأسوأ قرار ألا وهو جعل يوم سقوط بغداد واحتلال العراق يوم عيد وطني وقد تحدى بذلك القرار السيء المشين مشاعر الشعب العراقي الوطنية بجعل يوم الاحتلال لبلدهم يوم عيد لا يوم حزن وأسى ليميت في نفوسهم مشاعر العزة الوطنية والاعتزاز بالوطن وهو أمر لا يغفر لمن اقترحه ولا لمن وافق أو وقع عليه ولا يسامح الشعب العراقي من أصدره في يوم من الأيام المحور الثاني معالجات الهيئة للتحديات التي تواجه هويتها إذا كانت العبارة تصلح أن تقال فإن طرفي الصراع في المشهد العراقي بشكل عام هما العملية السياسية وهويتها الطائفية من جهة والقوى المناهضة لها وهويتها الوطنية من الجهة الأخرى فمن منهما متقدم على الآخر ومن منهما أعلى كعب من نظيره إذا أردنا النظر إلى المشهد باعتبار الكيانات والأشخاص أو من خلال المنظور المادي فإن العملية السياسية ما تزال قائمة والقوى المناهضة للاحتلال لم تسقطها بعد وبالمقابل فإن العملية السياسية لم تستطع أن تكبح القوى المناهضة أو تصرفها عن مقاصدها وهنا قد يظن ظن أن الحالة بين الطرفين متعادلة وأن الصراع متوازن وأن عامل الزمن هو الذي يحسم المواجهة لكن الواقع يقول غير ذلك تماما وكل واحد منكم خبير بذلك فالعملية السياسية لا يمكنها البقاء والاستمرار بمعزل عن الداعمين الدولي والإقليمي فهي مرتبطة بهما وجودا وعدما وهي خاضعة للتوازنات بين القوى والإرادات التي تسمى العظمى أو الكبرى تتحكم فيها كيفما شاءت وحسب ما تدور بوصلة مصالحها والدليل على ذلك من ألحظه في واقعنا اليوم من تنكب أحزاب العملية السياسية لكل قواعدها بعدما تفجرت أزمة الانتخابات الأخيرة ولم تستطع الوصول إلى حل توافقي كما يسمونه لأن الحليفين الأمريكي والإيراني ما زال لم يتفقا بعد على طبيعة وشكل المرحلة المقبلة بينما في الطرف الآخر ما تزال القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ورأس حربتها هيئة علماء المسلمين باقية ومستمرة في مشروعها التحروري رغم أنها مجردة عن الداعمين وغير مستندة إلى أحد بل العكس مضيق عليها ومحاربة إعلامية وسياسية وغير ذلك ومع هذا ما تزال واقفة وصامدة ولها من الكاريزما ما يمنحها قوة معنوية وميدانية للثبات ونحن دائما نقول هيئة علماء المسلمين فقيرة مالا لكنها مغمورة جاها وإذا كان حال كذلك فشتان بين الموقفين بين صامد ليس له ظهير أو سند وبين واقف يتكئ على جدران من يتحكم به وإذا نظرنا إلى ذلك وفق معايير النجاح والفشل فإن القاعدة العقلية تقول إن استمرار النظام السياسي في العراق ليس دليلا على نجاحه لأنه استمرار صوري مرهون بداعم مؤهل للسقوط بمجرد التخلي بينما استمرار وبقاء القوى المناهضة له لهو دليل على أنها في الاتجاه الصحيح لأنها مجردة عن قوة خارجية تسيرها أو إرادة تتحكم في مسارها مما يعني أنها تسلك طريقها بنفسها وترسم خارطتها بذاتها وهذه مقدمات نجاح ولو بعد حين ثم إن ثمت نقطة جوهرية في هذا الموضوع يدركها كل حصيف وهي أن طرف المنظومة السياسية قائم على مشروع مصلحي لا هوية فيه ولا منهج وليس له نصيب من أدبيات الاعتقاد المعتبر أو الفكر البناء أو العمل السياسي المنضبط في حين يحظى طرف القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية بفكرة وهوية ومنهج عمل ومشروع هادف وبمعنى أدق في العبارة الطرف الأول قائم على الشراكة المتشاكسة والطرف الآخر حركة تحرر قائمة على فكرة والفكرة يعبر عن حقيقتها بالهوية ومن هنا تنشأ التحديات التي تواجهها هوية الهيئة في اتجاهين رئيسين النظام السياسي الطائفي في وجه المشروع الوطني والهويات الجزئية المتفرقة بوجه الهوية الكلية الجامعة إن الهوية الجامعة للمجتمع العراقي واجهت بعد الاحتلال تحديات كبيرة ومرت بظروف معقدة جعلت الكثير من الباحثين والدارسين يخلطون بين العاطفة الظاهرة التي أبرزتها المنهجية الثقافية والركن الإعلامي للاحتلال وبين حقيقة النسيج الاجتماعي على أرض الواقع حتى وصل الحال إلى اعتماد مصطلح أزمة الهوية في غير سياقاته وتوظيفه طائفيا بشعور أو عدمه ليزيد من توصيف المشهد تعقيدا دون الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الأزمة المفترضة لم تنشأ من داخل الهوية العراقية الوطنية بقدر ما وفدت إليه من الخارج سأتجاوز بعض الأمور البدهية احتراما للوقت إن شاء الله فنقول الوقوف على دور هيئة علماء المسلمين في مواجهة هذه التحديات باعتبارها أنموذجا للرؤية العراقية الشرعية والوطنية في التصدي لمشاريع تفكيك المجتمع يتطلب البحث استعراض المراحل التي مرت بها هذه المؤسسة أثناء مواجهتها وبطبيعة الحال فإن الدراسة في هذا الجانب وتحليل المواقف المتعلقة به يظهر نمطا من المرحلية الاستراتيجية والتدرج المدروس بعناية في توصيف المشكلة وتأصيلها في طرح الرؤى هذه المراحل نأولها باختصار إن شاء الله المرحلة الأولى رصد المشكلة فقد بدأت هيئة علماء المسلمين الإعلان عن مواجهة مشروع الاحتلال في العراق بقاعدة اللاءات الخمسة التي أطلقها الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله حينما شخص خمس مشكلات مترادفة يعمل مشروع الاحتلال على تثبيتها وهي الاحتلال بوصفه العسكري والعملية السياسية والدستور والطائفية والتقسيم وقد شرعت مواقف الهيئة وطرحها الإعلامي وهي ترفض هذا الأمور بالتأكيد على مبدأ الوطنية والترفع عن الطائفية والسعي إلى إشاعة الخطاب الجامع لكل أطياف المجتمع العراقي الأمر الثاني تأصيل المشكلة والكشف عن أهدافها فقد لاحظت هيئة علماء المسلمين أن الحراك الذي يشهده العراق في ظل الاحتلال لم يكن يهتم بتحصيل ثقة الجماهير به ولم يكن مؤهلا ليمنعهم عطاء أو ثقة فضلا عن حقوق ومنافع ولعل هذه المؤسسة العلمائية كانت صاحبة السبق في كشف المسؤول الأول المصدر للطائفية ومفاهيمها في العراق وهو الاحتلال المزدوج الأمريكي الإيراني الذي ينطلق من سياسة التخادم وتقاسم الأدوار في توظيف العملية السياسية طائفيا الأمر الآخر توثيق الأحداث فقد تنبهت الهيئة منذ الأيام الأولى للاحتلال إلى أن الغاية التي يضمرها الاحتلال هي إذلال الشعب العراقي وكسر شوكته وتدمير حياته في بناها التحتية ومفاصله المختلفة فعكفت على توثيق الأحداث وتحذير ناس من برامج الاحتلال الممنهجة التي تنوعت فيها أساليبه وأدواته ووصفت ذلك بالقول سعى الاحتلال إلى إيقاظ الفتنة الطائفية والعرقية فلم يكتفي ببرنامجه السياسي بل دفع بفرق موت مدربة مهمتها إذكاء هذه الفتنة فكانت تقتل رجلا من هذه الطائفة وفي اليوم الثاني تقتل الفرق نفسها رجلا من طائفة أخرى في إيحاء خبيث إلى أن الطائفة الفلانية تأرت لنفسها وهكذا حتى فقد العراق بسبب ذلك المئات من كفاءاته العلمية والعسكرية فضلا عن انتهاكات الميليشيات التي تمارس أساليب الاختطاف والتعذيب لحسابات طائفية أخيرا معالجات الهيئة فيما يتعلق بتحديات الهوية بالموقف والرأي السياسي فقد حرصت أن تبتعد الهيئة في خطابها عن مصطلحات يفهم منها تصنيف العراقيين طائفيا أو عرقيا أو دينيا فقد اعتمدت مصطلحات من قبيل العراق العراقيون أبناء الشعب العراقي أبناء الوطن وغير ذلك لتكون هي الطاغية على لغة مواقفها وبياناتها السياسية ولم تتعمد استخدام مصطلح يشير إلى ما يناقض ذلك إلا في سياق الإيضاح وبيان ضرورة يقضيها المقام مع التعبير عن أسباب لجوئها إلى هذا المنحة وذلك حرصا على كمال وحدة العراقيين في أدبيتها وفي هذا الشأن لا بد من إراد نماذج من رؤى الهيئة في التصدي للطائفية ومواجهة التحديات التي تسلطت على هويتها نقول باختصار أنها استخدمت الفتاوى الشرعية ومنها فتوى بوجوب وحدة الأمة وتحريم سفك الدماء والاعتداء على دور العبادة وبيان شرعي بشأن الميليشيات العسكرية أكدت فيه الهيئة وأن استمرار الضرب على النغمتين الطائفية والعرقية له محاذيره الشديدة أنه من فعل المحتلين القائم على قاعدة فرق تسد وشددت على أنه مرفوض شرعا لأن الشريعة الإسلامية حرمت الفرقة بين المسلمين ثم فتوى التحذير من الاتفاقية الأمنية مع احتلال أمريكي رصدت فيها الهيئة الآثار الخطيرة المترتبة عن الاتفاق بين السلطة الحكومية في العراق والإدارة الأمريكية مبينة أنها إقرار بتقسيم العراق أو تجزئته على أساس طائفي وعرقي من خلال التعهد بالحفاظ على الدستور الذي وضعه الاحتلال في جعبة المزيد ولكني أكتفي بهذا القدر مراعاة للوقت الذي نبهنا إليه مشكورا الدكتور محمود مدير الجلسة جزاه الله خيرا نعتذر عن الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للأستاذ معاد البدري على هذه الورقة التي تناول فيها التحديات التي تواجه الهوية ومعالجات الهيئة لها والآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات لمن حب ذلك على أن لا تتجاوز الدقيقتين أحب أن أعلق على كلمة وردت على لسان الأستاذ حارث الأزدي في تعريف الهيئة وذكر في كونها وهذا بعض ما ذكر وليس كله ذكر أنها كانت جامعة وانصهارية نعم وهذه كلمة طيبة لأنها هي كذلك بالفعل كانت جامعة حينما تأسست حتى تكون صاحبة قرار قوي اتخذت منحة أن تكون جامعة لكل أطياف المجتمع العلمائي وأنتم تعرفون هذا المجتمع كأي مجتمع لا يمكن أن يكون على صورة واحدة فهناك أفكار ومدارس متعددة وربما أحيانا متباينة في بعض المواقف حتى تكون الهيئة صاحبة قرار قوي ارتأت أن تجمع هؤلاء جميعا تحت عنوانها فكان هناك مثلا التيار الصوفي والتيار السلفي والتيار حتى تيار بعض الأحزاب الإسلامية ونجحت في ذلك وفي ما أعلم لم يسبق أحد الهيئة في تحقيق هذا الإنجاز على الأقل في القرن الحديث أنك تجمع كل هؤلاء تحت عنوان واحد هذا بخصوص جامعة وبخصوص الإنصهارية هذه الكلمة عجبتني هي بالحقيقة لم تكن إنصهارية تماما فبقي كل قسم يحمل فكره لم يتغير وهذه الأفكار كما قلت بعضها كانت متباينا لكن نعم كانت هناك إنصهارية في الموقف من القضية فالجميع اتفق مثلا على وجوب مقاومة الاحتلال الجميع اتفق مثلا على الوقوف ضد لعبته السياسية الجميع اتفق على تجاهل أو تجاوز التباينات بين هذه المدارس ولو بشكل مؤقت لحين نتجاوز أزمة الاحتلال يعني ما زلت أذكر موقفا طيبا أنه في الرمضان الأول على ما أذكر من الاحتلال بدأت تشييع في المساجد بعض الخلافات المكررة هذا يقول تجوز وهذا يقول لا تجوز ومنها على سبيل المثال يعني حتى تكون الصورة واضحة وثيرت في وقتها موضوع الصلاة على النبي بعد الأذان وهذه قصة قديمة حديثة يعني دائما تتكرر فماذا كان يعني بيان الهيئة أصدرت في وقتها بيانا ليس مسجلا ضمن بياناتها السياسية لأنه في ذلك الوقت لم تكن بعد قد أخذت هذا المنحة في الأشهر الثلاثة الأولى كان اهتمام الهيئة بصراحة في مجال الدعوة والإرشاد وتثقيف الشعب ضد الاحتلال والمحافظة على وحدة الكلمة فأرسلت نداءا أو توجيها أو بيانا طلبت فيه من جميع المسلمين في كل مساجد العراق ألا يقف عند هذه المسائل الخلافية وأن يتجاوزوها والجميل في النداء أنها قطعت وعدا إذا زال الاحتلال أن تخصص جهودها لمعالجة مثل هذه الخلافات وكانت الاستجابة بفضل الله يعني مثلجة للصدر وبالفعل استطعنا أن نتجاوز مشكلة قد تبدو صغيرة لكنها من الممكن إذا تطورت أن تكون عائقا في سبيل التحرير أشكركم مرة أخرى وأشكر الإخوة القائمين على إنجاز هذه الندوة المهمة في موضوع يعني أعتقد هو أيضا في غاية الأهمية شكرا جزيلا إذن نكتفي بهذا القدر في نهاية هذه الندوة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للباحثين على هذا العرض الوافي والشكر موصول للحضور الكرام على حسن متابعتهم وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة